الضوابط الصحية العامة لمقدمي الخدمات تضمنت بروتوكولات الإجراءات الاحترازية الموجب اتباعها خلال موسم حج 1441 للهجرة ضوابط عامة لمقدمي الخدمة تلزمهم باتباع الإجراءات المحددة تضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام وجميع المشاركين بموسم الحج حيث كان الثامن عشر من شهر ذي القعدة موعدا لبدء منع الدخول للمشاعر المقدسة دون تصريح على أن ينتهي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة كما نصت الإجراءات على السماح للحالات المشتبه بإصابتها وبعد تقييمها من قبل الطبيب بإكمال الحج بحيث يتم إلحاقهم بالمجموعة الخاصة بالحالات المشتبهة كما يخص عمارة منفصلة أو دور سكني على الأقل وحافلة وجدول لمسار رحلة حج مناسب لوضعهم وفيما يخص المصاعد والسلالم تم تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد واستخدام علامات تضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد في السلالم الكهربائية أو السلالم الاعتيادية وفيما يتعلق بتنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع تم إلزام مقدمي الخدمات بوضع علامات أو ملصقات مرئية على الأرض تضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد وأيضا تم إلزام مقدمي الخدمات للحجاج الالتزام بتطهير الأسطح البيئية دوريا لضمان خلو الأمكنة من الوباء وضرورة التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس مثل نقاط الاستقبال مقاعد الجلوس أماكن الانتظار وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد وخلافه وبعد كل استخدام إضافة إلى ذلك توزيع مطاهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة وفي مناطق التجمع والممرات ودورات المياه والحرص على التهوية الجيدة في كافة أماكن تواجد الحجاج والعاملين كما يجب وجود سلات مهملات ونفايات وتكون من النوع الذي يعمل دون الحاجة لللمس ويتم التخلص من النفايات بشكل مستمر وتوضع مطاهرات الأيدي واللوحات الإرشادية لتطهير الأيدي بجوار الأجهزة التفاعلية كشاشات الاستعلام والصراف الآلي ومكائن البيع الذاتية وإزالة جميع النسخ المطبوعة والمجلات الورقي ضمن الإجراءات المتعلقة بصلاة الجماعة تم السماح بأدائها مع التشديد على ارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة وإبقاء مسافة بين المصلين والرجوع للبروتوكولات الخاصة بالمساجد حرصا على سلامة الجميع ونصت البروتوكولات الصحية على نشر الملصقات التوعوية في جميع المداخل والأماكن البارزة وأن تكون مكتوبة بلغات مختلفة ودعت إلى وضع لوحات تتضمن بيانا بالأفعال المخالفة وإنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن أي خرق للاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها ويكون المسؤول عنها أحد الموظفين كما تضمن البروتوكول تدريب مسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة وتكليف مراقب صحي التأكد من تطبيق الاشتراطات والإرشادات ومتابعة الوضع الصحي للحجاج وإجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كوفيد-19 لجميع الموظفين والقائمين على مسار الحج وذلك حرصا على أن يتم الحجاج شعائر الفريضة بسلام آمين